السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في أول تمرين من تمارين درس التجاذب الكوني لنبدأ مباشرة في التمرين ونبدأ طبعا بنص التمرين التمرين يقول ينجز قمر إصطناعي كتلته آم مدارا أي مصار مصار ديال هذا القمر إصطناعي هذا فهو مصار دائري شعاع هذا المصار هو آغ ومركز هذا المصار فالقمر إصطناعي يدور بالأرض وبالتالي مركز هذا المصار مصار هذا القمر إصطناعي فهو مركز الأرض الأرض قلنا كتلتها هي أمتي يمكن أن نرمز لها بأمتي وكذلك يمكن أن نرمز لها بأم كبيرة أو أمتي صغيرة أو غير ذلك من الرموز وكذلك بنسبة لشعاع هذه الأرض بنسبة لشعاع الأرض فنرمز له كذلك بأم كبيرة أو لا أغتي كبيرة أو لا أغتي صغيرة ذلك كل هذه مجرد رموز تحدثنا على هذا الشيء من قبل في ما يخص يعني الدرس ديال التجاذب الكوني السؤال الأول يقول عبر بدلالة جي وأمتي الجي طبعا هي ثابتة تجاذب الكوني وأمتي اللي هي قلنا أنها كتلة الأرض وأم كتلة القمر الصناعي وأغتي اللي هو شعاع الأرض عليها شغطي نعبره؟ نعبره على أف صفر اللي هي الشدة المشتركة لقوة التجاذب البيني التجاذبي بين الأرض والقمر الصناعي عندما يكون هذا الأخير على سطحها إذن ضحط بأي أنهم قالوا النفس السؤال الأول أن القمر الصناعي يوجد على سطح الأرض وخلنا ندوس للسؤال الثاني غير نقرأه هذا غير السؤال الثاني كذلك تقريبا نفس السؤال أو مشابه السؤال الأول وقال لك عبر بدلالة الثاني جي وأمتي وأم صغيرة وأغتي عن ماذا؟ عن أف هذه المرة وهي الشدة المشتركة لقوة التجاذب البيني التجاذبي بين الأرض كذلك والقمر الصناعي ولكن هذه المرة عندما يكون هذا الأخير بمعنى القمر الصناعي فين كيكون في مداره يعني في البلاس اللي قلنا كيدور فيها ماشي على سطح الأرض وخلص سؤال الثاني كيقول حدد العلو أش الذي يوجد عليه القمر الصناعي عندما يكون أف تساوي أف صفر على ستة عشر العلما أنهم يعطينا هنا أغتي وهو شعاع الأرض الذي يعطينا القيمة وهي السلف 400 كيلو متر إذن نمر مباشرة إلى صحيح هذا التمرين وكي نصحوا هذا التمرين أولا يجب أن نقرأ المعطيات يجب أن نشده بعد التمرين هكذا يعني النص هذا التمرين ونقرأه مزيان مرة ومجوج وثلاثة ونرى هذه المعطيات المهمين فحصنا نبدأ في الأول نبدأ بهذه الأسطور خاصة هذه الأسطرين فلا يبدأ لكم حاول دائما يعني في غالب الأحيان فكتكون هذه القضية مهمة جدا نهاية هي أننا نشد هذا النص للتمرين ونحوله إلى خطاطة أو لا إلى رسم معين لكي يسهل لنا الفهم والسعاد لذلك التمرين إذن هذا ما نقرأه إذن سنأخذ هذه المعلومات التي رأينا قبلها وهو القمر الاصطناعي ويدور حول الأرض فنأخذ الأرض على شكل دائر على هذا الشكل ثم القمر الاصطناعي يضعه في جانب الأرض ماذا قلنا عن القمر الاصطناعي أن القمر الاصطناعي ينجز مسارا أو لمدارا كيف هو دائري إذن دائري إذن فهو بهذا الشكل هذا وفين كيف هو المركز هذه الدائرة يعني هذا ما صار هذا فهو دائري كما كنا لاحظوا فين كيف هو المركز دياله هو المركز ديال الأرض كما قالوا لنا في التمرين إذن نحاول نشدد المعطيات ونحاولهم إلى رسم إذن الرسم راه مهم جدا وخا هذه المسافة هذه ما بين المركز ديال الأرض ما بين المركز ديال الأرض من هنا تال عند القمر الاصطناعي هي اللي قالوا لنا أغ شوعاة ديال المصار شو شوف لا يردانيكم هاد هذا المصار هذا فهو كيف هو مصار دائري يعني إذن فهو مصار دائري وأي دائرة في الكون أي دائرة في الكون فعندها مركز وعندها شوعاة دائما ديالخدوا هذه يعني عندكم دائما أن أي دائرة في الكون عندها مركز وعندها هاد المسافة من المركز تلحافة الجلب كنسميوها الشوعاة وكان رمز لها غالبا بآغ ياما أغ صغيرة ياما أغ كبيرة إلى آخيرة إذن هنه يباش رمز لها هما رمز لها بآغ آك مزيان واحدة الإشارة هنا مهمة هاد الأرض هادي هاد الأرض الأرض التي قلنا ترى شكلها أو السمك أو الحجم فهو كبير شيئا ما مقارنة مع القمر الصيناعي ها إذن في هذا الحالة هاد الرجال ونرى ما قرأنا هنا في الدرس في الدرس قرأنا بأن قرأنا بأن ممكن يكونوا جسمين نقاطيين وممكن يكونوا جسمين غير نقاطيين وممكن أن يكونوا عندي جسم نقاطي وجسم غير نقاطي إذا فكرتم مزيان هنه سيبال لكم يعني إذا قارنتوا الحجم كل جسم القمر الصيناعي والأرض أتلاحظوا بين القمر الصيناعي سغير جدا مقارنتا مع الأرض وبالتالي يمكن اعتبار هذا القمر الصيناعي نقاطي جسم نقاطي والأرض جسم غير نقاطي مزيان وهنا بغينا نفكرهم جيدا الدرس هذه المسافة لبينتهم لبين الجسم جسمين في الكون فهذه المسافة غالبا أنك الرمز لها بالضي فالنسبة لنا في هذه الحالة ما هي ما هو الرمز الآخر الرمز الآخر ديالها هو إذا لا يعدى لكم هنا ينتبسوا المعلومات بغير معطيات نحاولوهم إلى رسم كي نفهمهم جيدا إذا هذه المسافة اسموها لنا هما أغ ولكننا عارفنا بأن رمز لها بالضي وإننا نقوم بعملوا علاقات وحسابات أخرى فهذه المسافة ما بين الجسمين نسموها نسموها الدين هذه الحالة الأولى بقى لنا حالة أخرى لا تنسوش القمر في مداري في البلاسة بالنسبة لهم السؤال الأول ما قالوا لنا؟ بالنسبة ل السؤال الأول فلا قالوا لي أن القمر الاصطناعي في مداري في بلاسة طوال إنما فين كي القمر الاصطناعي إذا القمر الاصطناعي يوجد على سطح الأرض في هذه البلاسة فين كي القمر الاصطناعي فيوجد على سطح الأرض أجد أن ندروا واحد دراسة بسيطة المسافات فلاحظنا أن هذا القمر الاصطناعي فكدير المسار دياله دفترنا أنه سينجز هذا المسار أنه سيتحرك فهو يمشي على سطح الأرض على سطح الأرض وبالتالي المسار دياله كيف هو هنا يا عثاني؟ دائري وبالتالي لقد كان دائري لديه مركز وعنده شعاع إذا الشعاع ما سيكون أغ صغير ما سيكون هنا سيكون أغ صغير هذا هو الشعاع المسار القمر الاصطناعي وهذا المسافة كيف كنا نسمعها؟ قلنا نحن هي المسافة بين الجسم النقاطي والجسم غير النقاطي فماذا رمزنا لها؟ رمزنا لها بالضي إذا رمزنا لها بالضي إذا الرمز بالضي ولكن هما في التمريع طوالنا أغذي الله يردع لكم هنا الرمز كل تمرين وفيه الرمز الذي يريد أن يدروه ولكن في الدرس لدينا رمز مؤينة هذه الرمز نحاول نقارنه الرمز لنا حالات لا تنسو لدينا الحالة القمر الإصطناعي على سطح الأرض وفي مداره إذا ما الحالة نقارنه بسؤال الأول أول ما يكون القمر الإصطناعي على سطح الأرض إذا لاحظنا في الدرس ونحن نجد هذه العلاقات التي درسنا في الدرس فقرنا قانون نيوتون ما يقول لنا قانون نيوتون يقول لك ودي بأن شدة القوة في التجاذب الكوني تساوي ثابتة التجاذب الكوني مضروبة في الكتلة الأرض و مضروبة في الكتلة الخمر الاصطناعي مقسومة على المسافة بينهما أردأ لكم هنا درت M هنا درت M كبيرة لا درتش لها T هذه نبقى نخدم في تصحيح التمرين نبقى نخدم بM كبيرة ولكن إذا كانوا في تصحيح التمرين تصحيح التمرين يجب علينا أن نتعرف على نفس الرمز الذي أعطينا في التمرين فهنا غير وقع لي أحد الخطأ ولا ندرك T ولكن أنا نتعلم بها على كل حال الرمز لا يوجد مشكلة في الرمز مزيد لاحظ معي هنا هذه المسافة هذه المسافة هي المسافة بين القمر الاصطناعي و الأرض بين الجسمين الجسم النقاطي و الجسم غير النقاطي لكي نرمزه للمسافة هنا رمزنا لها بالضبط هنا كذلك كذلك و هنا لن نرمزه لهم الشعاع المصار الدائري القمر الاصطناعي رمزوا له بأغ صغيرة ولكن يلاحظوا معي في هذه الحالة بالضبط في هذه الحالة كيف يكون القمر الاصطناعي على سطح الأرض هذه المسافة فكروا معي مزيان هذه المسافة هذه ماذا ستكون في نظركم؟ هذه المسافة هذه لاحظوا معي فهي في الأصل هي الشعاع الأرض و الشعاع الأرض الذي رمزنا له بأغ صغيرة إذن هذه المسافة في الأصل هي أغ صغيرة إذن لا أستطيع أن نعوض هنا ما ستكون لديه هنا ستكون لديه أغ صغيرة أو سي 2 إذن ما ستكون لديه العلاقة ستكون لديه شيء تابتة تجادب الكوني مضروبة في م وهي الكتلة الأرض مضروبة في م صغيرة وهي الكتلة القمر الاصطناعي مقصومة على أغ طي و سي 2 إذن هذا هو التعبير تعبير تعبير أف صفر عندما يقول لك تعبير تعبير مقدار فيزيائي معين ف يكفي أن نعطيه غير الرموز في الأخير نحصل غير على الرموز ليس بالضروري أننا نحسبوها و نتوصله إلى قيم نمر إلى السؤال الثاني سؤال الثاني ما سيحصله به سيحصله على تعبير ما قامت بالصناعي و لكن ماذا من الحالة سننكون فيه ليس هذا الحالة القمر الاصطناعي على الأرض و لكن في حالة القمر الاصطناعي في مداره يعني في البلاسة بعيد على الأرض في البلاسة التي يبدو أن يكون فيها هو بعيدا ماذا؟ لا بأ! كيف ندرنا منسبة السؤال؟ أولا ندروا منسبة لهات السؤال كيف نعرفوا عن شدة التجاذب الكوني شدة القوة للتجاذب الكوني كيف تساوي؟ تساوي ليا تابتة التجاذب الكوني وفقاة إلى آخرها إلى آخرها وعرفنا ما هي المسافة بين القمر الاصطناعي ومركز الأرض طبعا والأرض يعني كيف تل مركز الأرض؟ كيف رمزنا هذه الضدي؟ كيف رمزوا لها هما؟ رمزوا لها بأخ نحن بحل الحالة الكبيلة التي كانت عندناها R صغيرة هي R T ولكن في هذه الحالة سنجعلها R لأنها لا تقوم بأخذ R T ولا تقوم بأخذها سنجعلها R إذن لنعودنا D في بلاسة D ستقول لي ستقول لي R صغيرة إذن هنا اللي أريد أن نكتب العلاقة هي G تابتة التجاذب الكوني في M كبيرة في M صغيرة مقصمة على R صغيرة أوس إثنان هذا هو التعبير ديال F إذن جبدنا التعبير ديال F صفر وإذن جبدنا التعبير ديال F F صفرنا إياه إي شدة ديال القوة التجاذب الكوني عندما يكون القمر الصناعي على سطح الأرض و F عندما يكون القمر الصناعي في مداره في بلاسة D إذن جاوبنا دبعا لا جزء ديال الأسئلة ولكن السؤال الثالث هو الأهم بالنسبة لي فالسؤال الثالث ما يقول لك؟ يقول لك حدد لي العلو و آش فين كين هذا العلو و آش هذا؟ فين كين؟ هو هذا المسافة شفناها في الدرس طبعا فهي من القمر الصناعي تلج تلج عن سطح الأرض هذا هو العلو و آش وإمتى هاتشي؟ إمتى فلنحدد هذا العلو هذا؟ مني كيكون هذه F مني تكون F كتساوي F صفر على 16 F صفر الأولى على 16 إذن مني تكون F كتساوي F صفر على 16 جبد ليها بحيث ليها على على آش اللي هي الارتفاع ديالك القمر الصناعي على سطح الأرض هنا سنأخذ هذه العلو نفسها و ماذا تساوي؟ ماذا توسطنا التعبير؟ ماذا؟ هو هذا إذن سنأخذ هذا التعبير هذا و فين نوضعه؟ سنوضعه في بلاست في بلاست F إذن هنا ماذا سنكتبه؟ و نضع تساوي ثم نضع الكسر ثم نضع في المقام نضع 16 عادي جدا ما هي F صفر؟ F صفر هي هذه العلاقة أو هي التعبير هذا سنأخذها و نضع في بلاست عادي جدا و بالتالي سنأخذ هذه المتساوية الآن لاحظ معي مزيان هذه المتساوية فهنا يوجد رموز أو مقادر فيزيائية في هذا الطرف و يوجد في الطرف الثاني إذن ماذا سنأخذ لهم؟ فهنا سنأخذ لهم؟ إذن نبدأهم مثلا بـ G مثلا فالـ G كينا في هذا الطرف و كينا في هذا الطرف نأخذ لها كذلك M كبيرة مع M كبيرة و M صغيرة مع M صغيرة إذن صعب هذا الشيء الذي لدينا في الاختزال ما زيان احنا اختزلنا هذا بـ مزيان إذن لاحظ ما إذا مني اختزلنا كيف نبقى عندي؟ لحيدنا هذا الشيء كامل و لا تنسوا شكاين ضرب بيناتهم إذن مني سنحيدهم كاملين سيبقى واحد في بلاستهم إذن سيبقى واحد إذن ستبقى عندي ستبقى عندي واحد على أغ صغيرة أس إثنان و نضيره تساوي و نضيره كذلك الكسر ثم في المقام نضيره 16 وهنا نسبقى عندي هنا لحيدنا هذا من ثلاثة يبدأ في بلاستهزل هذا الكامل يبدأ واحد إذن ستبقى عندي واحد على أن غضة أس إثنان إذن في البست انا هتبقى عندي واحد على غضة أس إثنان مجيد إذن نكتبه واحد على غضة أغ صغيرة أس إثنان وهنا في الرياضيات و نكون عندي واحد على شيئا فنشدد الواحد في البسط وهذا RT2 نكسبها 11 إذا ما ستقول عندي ستقول عندي 1 على 16 RT2 إذا رأيها في رياضيات معروفة من بعد نشده هذا الواحد نضربه في 16 RT2 طبعا 1 RT2 هي 16 RT2 تساوي هذا الواحد في R2 إذا ما ستقول عندي ستقول عندي 16 RT2 ستساوي R2 إذا اللحظ معي هنا لا نفعل شيء صعيب ستغير هذا RT2 وسنفعلها في الطرف الآخر وهذه سنفعلها في الطرف الآخر سنبدلهم بعض الواحد سنرى لماذا سنفعل ذلك إذا R2 ستساوي ستساوي 16 RT2 إذا غير قلبت لهم غير قلبت تلك الطرفين إذا هنا R R وهذا بعدنا 1 RT2 ستساوي إذا نريد أن أغ نحييده الأس من هنا قائدة ريادية تقولك إذا نريد أن تحييد الأس من هنا ستجد الطرف الآخر لأننا نفعله لأننا نفعله الجدر إذا هذا العدد كما هو نضعه و نفعله ليس شيء صعيب بزياد إذا هذا R2 ماذا ستساوي هذا 16 هذا 16 إذا نحولها على شكل أس ستجد عدد أس شيء أس 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 ذه so أحييد الأس أي أحييد الأس الأس ومحيطني الأسئة من هنا لأن بنتهم الضرب إذا كان بنتهم الضرب يدخل الجدر على هذا العدد يدخل كذلك على هذا العدد وبالتالي هنا سيصبح الجدر وهنا سيحيط الجدر إذا أجب تلك الأسئة من صغيرة سيصبح أربعة في أغتي سيصبح الأسئة والأسئة من الزرب سيصبح كذلك supports الجدر لحد الآن كل شيء واضح ماذا؟ نحن ننذب اغ صغيرة تساور بها اغ تي لا تنسو السؤال دائما السؤال هو ان انا كان بحثو على على اش الارتفاع ومش اغ صغير كان بحثو على الارتفاع ولكن لماذا درت اغ صغيرة من هذا الطرف لان كين وسط منها اش وبالتالي كتبتها عليها صار غير باش باش توليت باليها واضحة ويولي باليها ليش كنقلب ليست نحن P نحن نحن جمعه نحن كيف نعرفه ان بان اغ هي هدي هي هذه المسافهة هذه المركز على الارض مثالsuite ال unasطناعي وهذه المسافهذه اغ وهذه هي المسافه ا det إذا نقلب على هذه المسافة التي هي H هي هذه وين هي H؟ هي H من أسل من H صغير وذا بلحظ معي مزيان إذا هذه H صغيرة هذه هذه المسافة هذه كيف تكون؟ تكون من H ونزيد لها H إذاً بجوجهم H تزايد H تساوي لي H R صغير إذاً H صغيرة ما ستساوي لي H صغيرة؟ ستساوي RT ما هذه الأرض؟ زائد H إذا لم تذهب هذه العلاقة ونريد أن نعود R صغيرة ماذا سنفعل؟ سنفعل R صغيرة سنفعل بلاستها سنفعل بلاستها كامل سنفعل بلاستها RT زائد H وما ستساوي لي هذا الشيء؟ دائماً ستساوي 4RT من 4RT لماذا نبحث هنا؟ نبحث عن H إذا لم يجب أن نقوم بإغطة سنحول هذا الطرف الآخر ما هي الإشارة؟ إذا لم تكن لديها إشارة فإشارة دائما زائد إذا حولت هذه الجهة الأخرى ما هي الإشارة؟ كيف ستقول لي؟ ناقص وبالتالي ما ستساوي لي H ما ستساوي؟ ستساوي هذه 4RT هذه 4RT ناقص 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 ربعة ربعة ناقص ناقص هي إذا هي 10 تساوي 3RT 3RT وفي المعطيات وبالضبط في السؤال الأخير أعطينا واحد المعطى مهم وهو RT أعطينا أنها تساوي 6400 كم إذا سهل يكفي هذا الحساب سنضربها ثلاثة ونضربها في الشعال في الساة 1400 كم إذا 10 أعطينا 3 في 1400 كم الآن يكفي الحساب وسطة الآلة الحاسبة وبالتالي ما ستساوي تساوي 10800 كم هذا هو الارتفاع القمر الصناعي على سطح الأرض عندما تكون F تساوي F0 على 16 وهذه هي الإجابة للسؤال الثالث وهكذا نكون قد أكملنا صحيح التمرين إلى تمرين مقبل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته